طيب الموقف بالزبط بالنسبة ليه الوينش تعالوا نشرح لحضراتكم اللي حصل مبارح في المباراة وشكل الاصابة ومن خلال تواصلنا كمان مع الجهاز الطبي بنادي الزمالك عشان نطمن حضراتكم الوينش خلال المباراة تعرض لاصابة قوية في الرجبة امام الاسماعيلي علشان يتم استبداله في الشروط التاني حروسنا على التواصل مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك اللي اكد ان اصابة الوينش بشكل مبدئها عبارة عن قطع جزئي في الرباط الصليبي بالقدم اليسرى سيخضع لفحص كلينيكي بعد زوال تورم الرجبة لتبين حجم الاصابة بشكل قاطع عن خضوع الوينش لعملية جراحية من عدمه الجهاز الطبي قال لنا واكد لنا اذا كانت تلك الاصابة لشخص غير رياضي من الممكن ان نعتمد على برامج التقوية والتأهيل الطبي فقط ولكن في حالة الوينش سيكون من الصعب عدم اجراء جراحة ولكن سيتم اتخاذ القرار النهائي بعد الفحص اللي هيخضع له تحت اشراف الدكتور محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي خلاص ده الموقف بالزبط بالنسبة ليه الوينش